الحدائق العمومية هي مكان عام ومتاح لجميع الناس وغالبا ما يتميز بالخضرة وتنوع النباتات لكن الأمر ليس كذلك هنا بحديقة بإحدى أحياء مدينة وجدة غياب للسقي وإهمال طال هذه الرقعة التي لا تتجاوز مساحتها 700 متر مربع نحن سكان تجزئة الكوتر التابعة لنفوذ المقاطعة الثامنة إننا نطلب من السلطات المحلية أو السلطات المنتخبة أن تتدخل من أجل إيجاد حل هذا الجرد الذي كنت لحظينه قدامكم لأنها تعاني من نقص كبير خصاص من حيث المياه خصاص من حيث البنية التحتية وسكان الحي كانوا يتحملون أعباء سقي هذه الجرد من أموالهم الخاصة سقي هذه الجرد من أموالهم الخاصة والتي كانت الفاتورات تعلميات تكون كبيرة قد تصل إلى ألف درهم ألفين درهم وهذا مساحت يجب أن يأخذوا بأعين لاعتبار هذه المسائل ويتدخلون وكانوا في السنة الماضية كانوا يأتون لسقيها الجماعة المحلية لكنهم إن قطعوا عن ذلك لا أعرف ما هي الأسباب ولكن الحاليا أن الجردك تعاني تعاني نقص كبير ولهذا نطلب منكم أن تتدخروا في أسرع وقت ممكن يذكر أن الحدائق العامة والمنتزهات باتت من أساسية تخطيط المدن الحديثة حيث تعمل البلدية والمصالح المختصة على إنشائها والاعتناء بها قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي